السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم درسنا عنوانه معالم أثرية وسياحية في وطني الأهداف أن يتعرف الطالب على المعالم الأثرية في الأردن ثانيا أن يتعرف الطالب على المعالم السياحية في الأردن ثالثا أن يذكر الطالب خصائص المعالم الموجودة في وطنه ومن هذه المعالم أولا قلعة عجلون كما ترون في هذه الصورة قلعة جميلة جدا وبناها عز الدين أسامة أحد قادة صلاح الدين الأيوبي أيضا من المعالم شارع الأعمدة جرش بناها الرومان ومن أشهر معالمها المسارح وشارع الأعمدة كما تلاحظون هذه الصورة شارع الأعمدة الموجودة في محافظة جرش وأيضا من المعالم شلالات معين وهي مجمع سياحي وفيه الشلالات والبرك العلاجية كما تلاحظون في هذه الصور وأيضا البحر الميت أخفض بقعة في العالم وأشد البحار ملوحة كما تعلمون أن مياه البحر الميت مالحة ويوجد على شاطئه بمصنع البوتاس الأردني وأيضا البتراء وتسمى المدينة الوردية وهي مدينة منحوطة في الصخر أنشأها الأنباط واتخذوها عاصمة لهم وتعد من عجائب الدنيا السابع من المعالم واديرام يقصده الزوار للتمتع بجمال الطبيعة الصحراوية فيه وتسلق الجبال الشاهقة ومن المعالم أيضا آخر معالم هو خليج العقبة صغر الأردن على البحر الأحمر ويشتهر بالشعب المرجانية والأسماك الملونة أشكر حسن استماعكم وإلى اللقاء أعزائي موسيقى